مواجم الحضارة المصرية القديمة هذا المواجم لو ما كانش في مكتبتك يبقى فيه فرق كبير في مكتبتك وفيه ثقافتك لو لم يكن هناك من بين الكتب الخاصة بك مواجم للحضارة المصرية القديمة المواجم أشهرهم اللي أنا بنشحولك أو بتكلم عنه في هذه الحلقة صادر من الهيئة المصرية العامة الكتاب وتم طبعه مراراً وتكراراً في مكتبت الأسرة لو رحت أي منفذ من منافذ الهيئة المصرية العامة للكتاب لأرخص كتب في مصر على فكرة هتروح تلاقي المواجم بسهولة لو رحت سور الأسبكية لو رحت أي بقع كتب على الرصيف هتلاقي المواجم لأنه منه أعداد كبيرة تم توزيحها وطبع مراراً وتكراراً فما لكش حجة بسهولة هتستطيع أنك تحصل على نسخة من هذا المواجم طبعاً حسب ترتيب المعاجب من الألف للياء هو صحيح مش شامل كل شيء إن طبعاً المواجم معمول للقارئ هو المثقف غير المتخصص ويستفيد منه برضو المثقف المتخصص لكن السهل جداً الترجمة رائعة بتعيشك في أجواء التاريخ وبتنقلك للمكان وأنت بتقرأ عن المواد التي حواها هذا المواجم صحح مفاهيم كتير منها مثلاً أنا من يعني لما قرأت هذا المواجم في بداية مع أول طبع لي فجأت إنه كلمة فرعنة دي من الأخطاء الشائعة هتفاجأ في المعجم ده إنه المصريين ما كانوش فرعنة أو ما سموش نفسهم فرعنة كلمة فرعنة ده اللي سموه الشعوب الأخرى سمتنا فرعنة علشان ملك اشتهر بلقب فرعون وحسب المعجم لقب فرعون كده قالها بالضبط كده بعد أن أنجزت مصر ما عليها ولم يعد ملوكها يبرون الدنيا اتخذ ملوكها ألقاب الفرعون يعني الفرعون مصر العظيم والكلام اللي احنا بنشوفه السيمة وبنسمعه في الراديو هذا الفرعون لا الكلام ده رامسيس مثلا لم يكن لقب فرعون فعشان كده أنا بقول لك معجم الحضارة المصرية القديمة مش معجم الحضارة الفرعونية لكن على قاعدة الخضاء الشائع يعني خير المصحيح المهجور ولو أنها قاعدة عن إنجاز الكتير في القبول بيها لكن هنقول الحضارة الفرعونية لكن مثلا هتفاجأ في هذا المعجم بمعلومات ثرية بتعيد تشكيل الحضارة المصرية في داخلك في عقلك في وعيك هذه الأرض التي تعيش عليها لها ماضي ومادي عريق هذا الماضي العريق هو أساس مش حاضرك أنت أساس حاضر العالم كله أنت يمكن ما استفدتش من الحضارة المصرية القديمة لكن ما فيش بقعة على ظهر الأرض أنا بقول ما فيش بقعة على ظهر الأرض لم تستفد من الحضارة المصرية القديمة في أي زمن من الأزمنة من أقدم العهود وحتى الوقت الحاضر ما زالت الحضارة المصرية كتاب مفتوح للجميع مش مجرد عصار مش مجرد نزهة ومعالم سياحية حتجيب المعجم مش هنفعت إرازي ما بتقرأ رواية ولا تقرأ كتاب ولا تقرأ موضوعات كده في مجلة لا ده هو تعود وترجع إليه في حاجات كتير ممتع لأنه كانوا بيأخذك رحلات حس بقى باللزة الفكرية وبالمتعة الروحية والحسية برضو بتحس إنك أنت زورت الأماكن دي لما يكلمك عن المثلة لما يكلمك عن الأسر نظام الأسر لوضعه مانيتون السمنودي اللي هو تقسيم الأسرات الحاكمة في مصر إلى 30 أسرة يكلمك عن ما قبل الأسرات يكلمك عن المعبودات الفرعونية يكلمك عن الجن والعفاريت عند الفراعنة ينظروا للجان الزي لأنه عالم الجان موجود في الحضارة المصرية القديمة يكلمك عن الأساطير يكلمك عن الحياة البرية الطيور اللي قدسها الفراعنة والمواشي اللي قدسوها واللي ربوها حاجات كتيرة حتستفيد في هذا الكتاب الكتاب من حوالي يعني تقريبا يعني مش كتير 362 صفحة بالزبط معمول طبعا على طريق المعاجم هتضعه في مكتبتك هترجع له هتقلب فيه هو مش شرط يعني فيش مواجهب بيتقريب الترتيب أبدا هتقلب فيه هتقرأ في مادة الألف مثلا في مادة الباء في أي حرف من الحروف هتتجد كأنه فيه مخازن أسرار بتنفتح أمامك بتزيد من احتزازك بانتماءك لهذا المكان يعني التاريخ المصري القديم ما زال موجود فينا حتى هو فيه من ضمن المواد الجميلة يعني في هذا المواجم أنه تاريخ مصر المعاصر وكيف تأثر به اللي هي المظاهر الفرعونية القديمة اللي هي باقية حتى الآن وزي ما قلت كلمة فرعونية احنا بنقولها على سبيل الاستلاحة أنه بكرر تاني المصريين ما سموش نفسهم فرعنة مسمى الفرعنة مفهوم خاطئ عن الحضارة المصرية القديمة تحت أي وضع سواء حضارة فرعونية حضارة مصرية قديمة حضارة ودي النيل كانت هناك حضارة عظيمة الأثار اللي انت بتشوفها دي جزء من هذه الحضارة يمكن الدرس الشخصي بالنسبة لي أنا من هذا المعجم ومن بقية المعجم والقراءات في الحضارة المصرية القديمة اوعى تفتكر أنه الأثار دي معبر عن الحضارة المصرية والخطأ الشاسع والجريمة التاريخية أنه البعلومة الخاطئة أنه الذي الباقي من الحضارة هو الأثار المادي ده قتل للحضارة الأثار العلمية والمعرفية والأخلاقية اللي هي بتتورسها الأجيال في القوانين في العادات وفي التقاليد وفي نظام الأسرة وفي نظام العائلة وفي نظام الإقليم دي كلها أعظم بكتير جدا من المباني طبعا ما منقللش من قيمة المباني لأن المبنى ده أساسا تكسيد للفكرة للهندسة عندنا كان أعظم مهندسين في التاريخ على بر العصور المصرية من العصر من العصور ما قبل الأسرات وحتى العصر المملوكي ويمكن حتى العصر العصر محمد علي كان عندنا ومازال المهندسين العظماء وحتى العصر الحديث والمعاصر المهندس المصري أزهل العالم في المبانيه في الحاضر وفي الماضي المبنى الأسر اللي أنت بتشوفه ده ليس إلا تكسيد لفكرة فعشان واحد يقولك أنه الأسر المادي هو اللي باقي من الحضارة قوله لا آسف الحضارة ممتدة عبر الزمان لا أسر مادي ده جزء من الحضارة فما تختصرش الحضارة المصرية في الأسر الباقية تبتدخل المعبد مش مجرد مبنى المعبد ده كان بينهم عن تقدم عضاري علمي وأخلاقي وعقائدي كبير فذلك النظام القانوني عند الفرانة أو عند المصريين القداماء هيكون فيه فراغ كبير جدا في مكتبتك لو لم يجد هذا المواجم طريقه إليها هتحس بفراغ في شخصيتك الحضارية لو أنت مقصر في تحصيل ما يجب عليك كمصري وكإنسان يعني بص المواجم ده بقى اللي فينه ستة مفهومش واحد مصري حاجة تكسف طبعا لكن يمكن عندنا علماء صار نعتز بيهم للأسف يعني جمب في مرحلة بعد مرحلة العلماء الأجانب وأسره التاريخ كتابة التاريخ المصري القديم يمكن موسيقى المصري القديمة اللي هي ممكن نتكلم عنها في الحلقات القديمة الدكتور سليم حسن رحمه الله كانت من المجهودات الجبارة في التعريف واللي هي هو مواجم الحضارة المصرية القديمة كانوا من أكثر كتب مكتبة الأسرة توزيعا خلال فترة اللي فاتت بيؤكد ده انه فيه عطش للمعرفة عن حضارة مصر القديمة فلو لم تكن حصلت على نسخة من هذا المواجم أرجوك حاول ان يكون من بين كتبك وحاول انك انت تقلب في هذا المواجم ان تعرف تاريخك وتعرف حاضرك وتعرف مستقبلك وإلى حلقة القديمة إن شاء الله اقلب الصفحة مع محمد شمروخ ترجمة نانسي قنقر